السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو اه برحب بكل المشتركين معي في القناة وكمان برحب المشتركين الجداد معي بقولكو اهلا وسهلا بيكو وبقولك لو انت لسه جديد واول مرة تشوفنا تفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد برج الاسد انت انت محتار شايفك شايفة طاقة بتاعتك محتار ومتلغبط ومتايه الفترة دي ومش عارف تقيم اي حاجة بشكل كويس او بطريقة مظبوطة اه كمان شايفة بعضوكو عندو حيرة بين شخصين مش عارف احكاية الحيرة بين شخصين برضو برج الحمل كان عندو حيرة بين شخصين انت عارف انت محتاج ايه انت محتاج تبعد وتقعد مع نفسك وتبص على مشاكلك والحاجات اللي انت محتار فيها تبص عليها من بره محتاج تخرج بره مشاكلك عشان تقدر تحدد انت عايز ايه ذاعد انك ممكن تستشير شخص انت تعرف ان عندو حكمة عشان يقدر يفيزك اااا واللو مافيش يبقى انت اللي لازم تخرج نفسك من الحالة دي اااا تخرج نفسك من الحالة دي بالطريقة اللي انا قلتلك عليها لو خرجت برا المشكلة وشفتها من فوق او شفتها من نظرة اعلى هتقدر تحلها هتقدر تشوف كل جوانبها متخطش نفسك جوه بعضكو هينهي علاقات والشعر ده بالذات العلاقات السيئة والمقلمة والسامة انا شايفاك هنا مش قادر في حاجة لازم تنتهي بس انت مش قادر تنهيها هي فعلا فيها عوائق كتير شايفاك كمان شايفاك خايف من خسارة ما تقدرش تتحملها بعد كده لكن الانسحاب والتفكير من بعيد بنظرة شاملة هتقدر تاخد القرار ان شاء الله انا شايفاك عندك هموم كتير قوي غير العاطفة ومسئولية كبيرة شايفاك تشايل مسئولية كبيرة وتقيلة وبالذات المشاكل المادية رغم ان شايفا ان وضعك المادي يبتدى يتحسن وبقولك ان بشوية جهد انا شايفا ان شاء الله يتحسن للافضل اول الوضع اللي انت بتتمنيه لاني شايفا مسئولياتك واللي انت عايز تعمله ممكن نقول ان هو اكبر من الدخل اللي بيجيلك لكن انا شايفا ان انت رايح لتحسن للافضل ان شاء الله شوية مجهود بس كده برج الاسد في حب كتير شايفا حواليك من كزا شخص في محيطك بس وكأنك مش ملتفت اليوم خالص لكن احتمال الشخص اللي في بالك يعترف لك بحبه خلال الفترة دي انا شايفا بعضكم في وضع حب صامت ممكن يكون في اعتراف او تلميح خلال الشهر ده كمان انا شايفا ان الحب ده في شوية عوائق في حاجات تمنع انه يحصل ارتباط في شوية عوائق على قلق على خوف من رد فعلك يعني الطرف التاني ده احساسه احساسه ان في عائق كبير موجود في العلاقة هو كمان عنده قلق وخوف من الاعتراف بالحب ده خايف من رد فعلك انت كل ده احساس الطرف التاني زي ما قلت الطاقات الموجودة في القراءة شايفا الطاقة المائية نارية هوائية طبعا الطاقة زي ما قلت قبل كده هي غير البرج الطاقة ممكن حد يكون مائي بس طاقته نارية في الفترة دي برج الاسد كمان في الفترة دي احذر من الخباتاء الحاقزين في محيطك وفي العمل وثبيتك خلي بالك من اي مكتسبات او انجازات حققتها عايز اقولك ما تتعاملش بسزاجة ولا بحسن نية مع ناس انت عارف انهم مش بيحبو لك خير مش بحسن نية ان انت سيء الزمن بالناس لأ لكن زي ما قلت او في وصفات الاول ان هي ممكن تتعاملش بشوية سزاجة او انك انك المشاكل اللي عندك كمان ممكن تخليك متبصتش حواليك كويس او متشوفش مين بيحب مين بيكره كويس قلتلك قبل كده انك محض غيرة ومحض حسد بسبب نعم ربانية ربنا وهبهالك يعني انت ملكش ايد فيها حاول تصفي ذهنك تبعد عن اي افكار سلبي علشان لو حبست نفسك فافكارك دي مش هتقدر تاخد بالك من حاجات بتحصل حواليك حاجات بتحصل حواليك ممكن تضرك نرجع للناحية العاطفية نعرف الاول طاق طاق العاطفية انا شايفك عندك حماس في البداية جديدة لكن شايفة حيرة ممكن انت مع حد وبتفكر في حد تاني بسبب بعض الطرف اللي انت معيه او تجهلوا المشارك انا شايفة تفكير في الشخص ده من ناحيتك اولا هي في الغالب هتكون علاقة زواج او علاقة قوية استمرت لسنين اه هو بيشوف فيك صفاتك يا برج الاسد يعني هو شايف فيك كل صفاتك بيشوفك قوي بيشوفك قائد بيشوفك عندك رزمة عالية كمان بيشوفك ناجح في حياتك او بتعرف ازاي تنجح في اي اه في اي حاجة انت عايز تعملها اه اللي مش بيعجبه فيك ثواني اه انا بقول لك هو فعلا بيخاف منك اللي مش بيعجبه فيك هو انك ممكن تنهي العلاقة في اي وقت برغم الحب الكبير اللي بيشوفه منك لكن مش بيتطمن لك انت عند يعني انت عند اي خطأ اه ممكن تهد المعبد على اللي فيه هو بيشوفك عامل كده اه كمان هو بيشوفك مزاجك متقلب يعني اه ودي فعلا طاقتك يا برج الاسد طيب نشوف ايه اخبار العلاقة انا شايفة العلاقة فيها زعل كبير فيه علاقات عند بعضكم طبعا شايفة فيه علاقات فيها زعل كبير ومشاكل كتير عند البعض انتصال اه شايفة فيه احساس بالندم اه يعني بصراحة انا شايفة احساس الزعل كتير قوي كأن اللي حصل ما كانش سهل او فضل يتراكم او تتراكم احداث كتير مرت بالعلاقة دي اه لحد ما بقى الموضوع كبير كبير في قلبك وانتو اللي اتنين انا شايفة ان انت اللي مجروح هو كمان زعلين بس اعتقد ان هو اللي زعلك بسبب ان شايفة السيوف في قلبك انت مش هو اه للبعض احتمال وجود طرف تالت بس ممكن الطرف التالت ده زي ما شفت في الاول ممكن الطرف التالت ده عندك انت يا برج الاسد لان في بداية القراءة زي ما قلتلك انا شايفك ان انت اللي محتار بين شخصين بس هنا في الكارت ده بيقولك ان الامور هتتحسن وان ان شاء الله الحزن اللي انت حاسس بيه دلوقتي هيروح مع الوقت اه الطرف التاني هو حاسس ان هو مهزوم مهزوم وتعبان قوي اه ده بالنسبة للمنفصلين اه طب سويني نشوف هو يامل ايه انا شايفة هنا اللي ظهر لي هو شخص مخادع عند البعض طبعا يعني كل حد عارف القصة بتاعته ايه انا شايفة هنا ان انت اتعملت مع شخص مخادع هو خدعك اكتر اه من مرة وبعدها هو بعد يعني بعد ما خدع اكتر من مرة بعد اه وتقريبا بعده ده لانه حاسس ان شكله بقى وحش قوي يعني ما عندوش حلول ولا ولا عندو حاجة يقدمها لك انت نوعا ما شايفك يا برج الاساس اتعودت على الوضع ده او اتعودت غيبه يعني انا شايفة القلم اللي كان في البداية اتدى اتدى يقل بعضكو اه شايفاك وجهت تفكيرك لحاجات تانية اه يعني شايفاك ابتديت تحقق حاجات تانية بتديت تحقق منها انجازات بتديت تحقق منها نجاحات اه بعضكو ممكن وجه طاقته افكاره لبزنس ممكن بزنس قدرت تنجح فيه اه لكن من وقت للتاني لما بتفتكر بتدعب انا شايفة لبعضكو الحبيب عايز يرجع بس انا شايفة هنا عنده طاقة خوف عالية جدا هو خايف ولو مش متجاوزين هو عايز يتجاوزك اه هو في دماغه مستعد يعمل اي حاجة عشان عشان تقبله اه انا شايفة عند البعض هو غضر بيك وهو اتغضر بيه اه هو كل تفكيره في الطريقة يعني في الطريقة اللي هو يرجع لك بيها يتكلم ازاي يجيبها ازاي يقول ايه اه هو وصك انك مش هتصدقه تاني ممكن يكون خداع حصل اكتر من مرة هو وصك ان انت مش هتصدقه تاني بس هو بيحاول يلفت نظرك الفترة دي اه يلفت نظرك ليه بطرق تانية اه لاني شايفة بيحاول يبايلفت نظرك الفترة دي اه انه كويس اه انه بقى ملتزم اه مثلا اه 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 لو ما كانش بيشتغل يبينلك ان هو بقى بيشتغل اه لو ما كانش ناجح يبينلك ان هو بقى ناجح اه بس الطرق غير مباشرة يعني ممكن عن طريق السوشيال ميديا اه اه او عن طريق ان حد يوصل لك اخباره المهم هي طريقة مش مباشرة يعني بس انا شايفة كتير منكم اه باصس لقدام مش عايز يرجع للماضي تاني بالعكس انت عايز تنهي يعني عايز تنتهي من الماضي خالص اه انت من الواضح عندك اه عندك اه عندك منه مشاكل نفسية في مشاكل نفسية قوية حصلت عندك يا برج الاسد انت عايز تشفي منها وكأنك بتعيش اه سعيدة مزيفة يعني بتضحك بس مش من قلبك بتفرح بس مش من قلبك اه اه عايش في سعادة مزيفة يعني عشان تطلع من الحالة النفسية السيئة اللي انت فيها اه ثواني نفتح هنا نشوف اللي فيه ما بعد ايه اه برج الاسد اتفاق الخير اه يعني ما شاء الله اتفاق الخير انت عندك اه عندك فرحة حقيقية مش مزيفة بقى عندك فرحة حقيقية جاية اه كمان انا شايفة الناحية العملية اه فيه تقدم وتميز ونجاح اه شايفة انك اه بتستعيد نفسك تاني اه لكن الناحية العاطفية انا شايفها منقسم على اتنين زي ما قلت الناحية العملية انا شايفة فيها النجاح وتقدم وتميز كبير جدا ان شاء الله في الفترة اللي جاية اللي عاطفية زي ما قلت منقسم على اتنين بعضكو في انفصال والبعض في علاقة ثلاثية او محتار بين شخصين وهنتكلم عن الحالة العاطفية البرج الاسد بالتفصيل في فيديو منفصل ان شاء الله اه كمان شايفة بعضكو بيفكر في صفر اه اه انا كمان هعمل لك الناحية الصحية الناحية الصحية البرج الاسد اه اه ام بعضكو عندو مشكلة في في الرقبة من الخلف من الناحية اليمين اه عضلة الرقبة ده عند البعض طبعا منكم عضلة الرقبة بتقلمك جدا ممكن ما اتعرفش اتنين منها كمان بعضكو عندو مشكلة اه مش الصدر القفص الصدري نفسه بتحس ان العظم بتاعه ونفسه هو اللي بيقلمكو بس انا شايفها مشكلة بسيطة يعني ممكن بسبب بسبب تكييف بسبب جو بسبب حاجة دايك اه مشكلة بسيطة لكن ممكن البعض لو عايز يستشير طبيب يستشير طبيب عشان يتطمن على نفسه اكتر اه هسحب ستة كارت اه طاقة ماليك يا برج الاسد ودي هداية مني ليكو لكل برج يعني هشوفو هداية مني ليكو في القناة في القراءة بتاعة الشهر ده اه وهعملها مع كل الابراك بازن الله اه برج الاسد باذن الله ان شاء الله بعد مرور شهر عندك نصر وعندك استقرار اه بس نقول يا رب ونضف الطاقة حوالينا ونبعد عن الافكار السربية هيحصل عندك بعد الشهر ده ان شاء الله باذن الله تغيرات ايجابية في نواحي كتير في حياتك اه والموضوع هيعلى بالتدريج يعني بالتدريج هيعلى للافضل والافضل والافضل ان شاء الله اه عايز اذكركم بالصدقة استدقة يا برج الاسد لا اي حاجة عايزها تتم في حياتك تصدق ودي عن تجربة شخصية اه في الفترة اللي جاية اه برج الاسد انت هتكون سيد قرارك هيكون عندك قدرة انك اه انت اللي تتوجه الاوامر والكل هيكون بيسمع اه من الواضح عندي هنا اه ان مرة عليك وقت وكنت فيه ضعيف كنت فيه ضعيف وبتحس بالقلق والخوف وده خلى ناس تدخل في حياتك او يكون ليها كلمة في قرارات مصرية تخص في حياتك الفترة اللي جاية مش هيحصل ده تاني انا شايفة ان انت اللي هتحدث كل حاجة تخص في حياتك انت اللي هتاخد كل قرارات تخص كل قرارات مصرية تخصت في حياتك اه بعضكم كمان اه شايفة في انتظار مولود جديد او احتمال حدوث حمل باذن الله اه كمان دخولك على مرحلة جديدة تماما في حياتك اه كمان برج الاسد من دلوقتي والاخر السنة احتمال عندك دخول شخص جديد في حياتك ممكن يكون صديق ممكن يكون حبيب الشخص ده هيساعدك انك تتخط حاجات كتير سيئة حصلت لك في حياتك وممكن تكون كنت تعرفه قبل كده وبعد يعني بعيدته عن بعض وهتشوفه بعض التاني كمان ممكن اقولك انك عندك اتصال عندك اتصال سريع او خبر سعيد اه انت مش متوقع باذن الله باذن الله اه اه بالتوفيق ان شاء الله واستنوني في في القراءة العاطفية المواريب برج الاسد في الفترة اللي جاية وما تنسوش الاشتراك في القناة شكرا اشتراك اشتركوا في القناة شكرا